وحشلوني جاهزين هنعمل 10-3 وصفات عالمية بمقادير مزبوطة وسهلة وبسيطة وقلولي المشروبات دي عندكم كل مشروب منهم سعره كان في ستارباكس هنعمل حاجات كده تخش على القلب على طول بدون استئزان هتحس براحة وسعادة وكمان ايه طاقة ما حصلتش اقوام بتاعهم مزبوط وهسيب المقادير جوي سندوق الوصف اول وصفة هنشتغل عليها الهوى اللي تشاكلت شبسي معنا والحليب يكون ميتالج يعني خارج من التلجة لاني المشروبات بتاعتنا بردا نزلت بالشوكولاتة بعدين فوقيها الحليب وبعدين هنزل بقى هنا بالسكر طبعا السكر يختيري بس انا سبلكم المقادير اللي انا استخدمتها عايزة تقليلي في السكر وتستبدلي بالعسل وطفر اللي نصبك وهنزل بالفاناليا وبعدين عندي الهوى السوس الشوكولاتة وهنزل بكم قطعة من التلج بقول لكم ابداع مشروب ده ما حصلش اول ما بتشربيه بتحس بطاقة رهيبة لو انت في عز النار زي ما بيقولوا حقيقي هيبرد جميل جدا وهشغل عليهم الخلاط حوالي نص دقيقة بحس اني ادوي بكل المكونات مع بعض زي ما انتو شايفين الشوكولاتة بتتحن مع المكونات اللي دفنوها بصوا تاتسل هنا همسك الاكابل هستخدمه في كل المشروب انا هضيف عليه النكهة بتاعته هبتدي انزل ببسيط عليه كده من الجناب زي ما انتو شايفين ودكهم بتاعنا حلو قوي قوي طعم الشوكولاتة فيها يا الله غني غني جدا 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 هنا النكهة التانية هتديفها هستخدم هنا ستاربكس كافي المشروب متواجد عنده ستاربكس او القهوة بتاعتنا انا عملها واستخدمتها على طول متقدرت تستخدم البودر او اي نوع قهوة انت بتحبيه ونزلنا بالحليب وهستخدم علاقة منك كرامل النكهة دي المرادة بالكرامل يبقى اول حاجة كانت معنا الشوكولاتة والتانية هستخدم فيها الكرامل وهستخدم هنا التالج شوفتوا بقى سهلة وبسيطة وهاخد بسيط من الكرامل انزل بي جوه الاكواب بتاعتنا او الكوب اللي هنستخدمه ولو هي النكهة بتاعتنا بالكرامل هنا ما ضيفناه سكر لاني كرامل لأساسا سويت في سكر بتاعه تمام وهشغل نفس الشيء عليهم الخلاط بتاع النص دي عايز اقول صحيح ما تنسوش تابعوني على كل قنواتي كل يوم بنزل فيديو جديد على قناة اذا كانت الاولى او التانية عايز اقول كمان اللي بيتباني على الفيس يتباني على اليوتيوب والعكس واللي بيتباني على اليوتيوب يتباني على الفيس احب اشكر قوي قوي كل الناس بتحطيلي دعوات حلوة بتدخلوا السرور على قلبي بصوا شكله عامل ازاي يا الله يا حتى لو انت شربة منه ومش انت كيش سبيس تاني النفة عايز اتشرابي تاني ما بتقدرش تقولي لا ليه الوصفة التالتة بقى هنستخدم فيها المارشاميلو بالشوكولاتة كوب من القهوة بردو اللي هي القهوة بتاعتنا برد انا عملتها وسبتها تبرد وبعدين استخدمتها ونزلت عليها هنا بالمارشاميلو مارشاميلو وبعدين الحليب دينك هت المارشاميلو بقى يا الله انسوا 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 بيتقطع كده وانتي بتشرب يتلاقي حاجات جوه بقى عمالت تلعب وانتي بقى اي عمالت حقيقي تبارك الله ونزلنا بسيت من السوس والتالك ودخلناها على الخلاط زي ما هتشوفو بس عملنا خطوة ان احنا ننزل الشوكولاتة جوه الكوب بتاعنا بصوا المارشاميلو ازاي عمال يتقطع من جوه ويفتت الشوكولاتة حقيقة ومكان حلو قوي كان عاجب ولدي تبارك الله انا شربت القافي ومفيه منهم اللي اخد معي ابني كبير طبعا عملت تستا وعاجبه احنا بنجيب المشروبات دي من ستاربكس هنا هستخدم اي ويب كريمة عندي ده داري تستبدالي الموضوع ده باي حاجة انت بتحبها لو انت مش عايزة ما تتعملوهوش بس حاولنا يعني نامل حاجات جامدة ما حصلتش وده الشكل النهائي اللي عملته بالكراميل هنزل بكراميل بسيط مين عليه كراميل اللي كان هابي وهبتدي اعمل شكلي اي شكل بحيس اني انزل بشكل اللي انتو شايفين وده وبدال ما اروح معي ابني واجيب مشروب واحد وادفع سيفنتين دولار في ستاربكس يعني عشان اشرب حاجة بالمكونات اللي انا دفتها معاكم طبعا بيبقى احجام عندهم بالاونز والتاني دفت علي سوس الشوكولاتة والتالت نزلت عليه ببسيط من الهوى باسكوت اللوتس باصوا بقى الشكل مفيش اجمل من كده وقدموا بالشكل ده وانزل بقى شوية روائين ادي اول نجحة معانا يا السلام على طعم الشوكولاتة وهي متكسرة جوا مع سوس الشوكولاتة والفومي جامد اوي بتاع الويب كريم اللي حطينا من فوق اللي ما عندهوش ده ممكن يعمل استغنم الهوى البودر بتاع الكريم شانتي ويعمل من فوق شوية ده بديل تاني لي وهنا طعم الكراميل غني جدا ولادي حابوا الكراميل اوي 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 انتو عارفين كل اطفال عاشقة للكراميل انا عن نفسي كنت عاشقة للشوكولاتة عشان انا بعشق الشوكولاتة وكنت هاي سبق هاي انجوي يا جماعة ما تنسوش دي التبعوني على القناتي بنزل زي ما قلنا فيديو على القناة دي وفيديو على القناة التانية دي كانت وصفتنا هسيب المعادير جوا سندوق الوصف كان معاكم ام علي او حبيبة انجوي طريقة سهلة و جميلة حاية